فيه أبراج معينة كده مفضوحة اي حاجة تبان عليها اوي هاتو الشاي او القهوة عشان الموضوع ده كبير ويلا بينا اهلا باطعم ناس في دون الهالية المشتراكش اشتركي تابع معنا وجده عرفنا بنفسه الرحب بي احنا جايبين اكتر اربع أبراج مفضوحين يعني باللغة الدرجة اوي يعني تمام في المركز الرابع مين توقع الجوزاء رجل وست شو بقى الجوزاء حب يبان عليها الدايق مفضوح اعجب مفضوح اتعكست الجوزائية كده وعلى المعدة اللي بيعكسها لازم يبان ويبقى واضح هي معجبة ولا كرة ولا متدايقة لو ارفت ارفانا من حاجة يبان الجوزاء كذلك يبقى ماشي كده انت بصله تعرف مين اللي عجباه مين عدت في الشارع كده ممكن خمسة ستة عده بص العيونه كده وحركاته تعرف هو لقط مين مين اللي قصرت مين اللي نخششت واخدين بالكم مايعرفش مايحكيش في حاجة جواه لازم احكي لازم ادور على حد احكيله يعني الجوزاء كده عندي حاجة عندي مشاعر داخلية ايا كانت طبعتها هاتلي حد هاتلي حد اتكلم معاه بدل ما انفجر مش عايز انفجر لقي لي حد شوف لي حد بقى انا متعصب دلوقتي او انا متعصب انا عايزك تهديني والغيرة عارفين الغيرة تبان اوي وتظهر اوي خلي بالكم عالراجل وعالست نوصل لمركز اعلى شوية اللي في الثالث وعايزكم تغبطوا اللي كلماتين كده وانتو بتكملوا التتوقعات يعني توقعات بتعتقدوا مين الاول اكتبولي تتوقعوا مين هيكون الاول في المركز الثالث عارفين مين الحمل اهو اهو انا لما ببقى متدايق باين علي اما بقى في حالة عاطفية رومانسية ما يعلم بيها اللي ربنا بيبقى باين علي اما بقى متدايق ارفانه الحمل الحمل راجل وست مفضوحين ما يعرفوش انهم ما يداروا ولا يخبوا ولا الكلام ده مفضوحين اوي وباين عليهم اوي والموضوع مش عشع اوي حمل حبت بان اعجبت بان راجل الحمل نفس الكلام لذلك يبقى ملقوط وواضح اوي خلي بالك بقى مش متطرف نفسه يعني لو فرضنا انه انا دلوقتي اعجبت البنوتة مش البنوتة اللي انا معجب بها بس اللي تاخد بالها ده العبقى مفضوح قدام الدنيا كلها كله اخد باله حمل وغلوتك لازم يقول لازم يقعد له حد هات لحد ايه لحد احكيله اخرج اللي جوايا واقوله واجاركم الله بقى لان الحمل فيه معادلة غريبة الحمل ساعات يسكن يصمت كده فترة انما وغلوتك ساعة ما بينفتح محدش بيعرف يسكته تلاقيها مثلا مرتبطة براجل ما يعلم بها الله ربنا ما اطرم بستين نيلة تسكت تسكت وساعة ما تتفتح وتبدأ ان هي تقول ما يعرفش سكتها خالص خليك خارج كده مع الحملوية وفي واحدة كده غمزت لك ولا همسيت لك ولا اتدلعت لك ولا انت كلمتها نار نار تنين مجنح وتقلب حول الحمل نفس الكلام خليك يطلع كده معه وحد بصلك حد عكسك حد يقول يا ساتر يا رب شوف بص الرعاش هتشتغل على طول الرعاش شوفوا كده كده مع هذا فيه اعلى فيه في المركز التاني اشد عارفين مين الاسد 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 مفضوح مفضوح يعني مفضوح من الاطراز الرفيع يعني باين كل حاجة باينة كل حاجة معروفة كل حاجة واضحة هنقيلة حد حكيله شوف لحد اتكلم معه وقول خليبه لك ست الاسد على رغم القوة دي لو ارتحت لك كده او انجازبت لك او كان والموضوع يعني الجلالة خدتها في الكلام كده هتاكل ودانك الاتنين دول ودانك خاف على ودانك مع ست الاسد ورجل الاسد رجل الاسد لو تفتح في الكلام معاك مش هيفصل حتى لو شدت الفيشة كل حاجة كل حاجة حرفية ما بيدريش أول بقى من توقع من البداية القوس ده استيريو استيريو مش قعد لي واحد هات لي جروب هات لي مجموعة عشان أقول وحكي واحد من أكتر الأبراج راجل أو ست المفضوحة معجبين باين أرفانين باين زعلانين باين حبين مرتبطين باين هو باين كل شيء مفضوح مع الأبراج دي أبراج القوس راجل أو ست لذلك استعجب أول محد يقول لي أنا مرتبط بقوسية وأسأله بتحبك ولا لا يقول لي مش عارف لا يمكن أنت اللي مش عايز تعرف لا يمكن لا دايبان قوي قوي خلي بالك يعني والمشاعر مفضوحة قوي والأشياء الداخلية كلها ظهرة قوي أصلا ما عندهمش حتة القدرة إنهم ما ما يخرجوش فيها عبراج تكتب 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 لحد ما تموت العبراج دي لا خرج أول بأول واعمل ريفرش كده خلينا ريفرش كده أول بأول اللي جوه يخرج ويظهر على طول فضيحة بعيد عنك مش هتقول عليكم اكتبوا رأيكم في الحلقة موقعنا روابطنا اللي بيسير على الاستشارات الخاصة مني أنا شخصيا كل ده في وصف الفيديو أو في التعليقات ولا اللقاء ترجمة نانسي قنقر